شدينا للحديث أكثر يمر معنا مباشرة من أربيل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سيد علي الفيلي بداية محوم بك سيد الفيلي في حصاد هذه الليلة بعد أزمة الموازنة مع البارتي واليوم قرار المحكمة الاتحادية ببطلان تمديد برلمان الأقليم يعني كيف ينظر الديمقراطي والأقليم بشكل عام إلى هذه القرارات تفضل نعم مساء الخير عليكم أستاذ قصري وعلى مشاهدين قناتكم المؤقرة أينما كانوا بالحقيقة الحزب الديمقراطي الكردستاني كان أحرص من جميع الأطراف العملية السياسية وأحزاب المتواجدين في برلمان أقليم كردستان من إجراء الانتخابات في وقت المحدد ولكن مع الأسف الشديد الذين اليوم يعتبرون قرار المحكمة الاتحادية وانتصار لهم هم من تسببوا في تأجيل الانتخابات وتمديد عمر البرلمان عام واحد وحاليا أيضا هم غير مستعدين لإجراء الانتخابات في شهر نوضنبر المقبل بعد تمديده إلى عام يعني مع الأسف الشديد ولكن ما يقوله هو غير يعني ما يفعلون هم يحاولون من كل قرار أن يصطادوا في الماء العكر ويسوقوا هذا لجماهرهم ويستغلوا هذا جماهيريا ولكن هذا غير صحيح الحزب الديمقراطي الكردستاني كان حريص على الاتزام بالتوقيتات الدستورية وإجراء الانتخابات في وقت المحدد وحاليا أيضا هو أهم شيء عند الحزب الديمقراطي الكردستاني عند إجراء الانتخابات في شهر نوفمبر المقبل يعني هل سينتثل لقرارات المحكمة الاتحادية؟ قرارات المحكمة الاتحادية هي ملزمة وباتة ولكن قرارات المحكمة الاتحادية تقول كل القرارات صدرت في برلمان كردستان أثناء فترة تمديدها غير قانونية وغير دستورية ولم يصدر من برلمان كردستان لا سن قوانين ولا قرارات مهمة يعني هي فقط كانت تسير أعمال فلهذا ليس هناك مشكلة كبيرة المهم اليوم هو إجراء الانتخابات في الوقت المحدد له بعد هذا التمديد نعم لكن أحد أعضاء الديمقراطي سيد الفيلي علق بأن القرار كان متوقعا هل فعلا كنتم تتوقعون هكذا قرار؟ بالحقيقة يعني كنا نتوقع هذا هكذا قرار المحكمة الاتحادية معروفة يعني في قرارات الأخيرة وهذا القرار أيضا إلى نوعا ما نعم كان متوقع ولكن هذا الواقع ويجب أن نعمل على الواقع الموجود الأطراف التي حاولت تأجيل الانتخابات هي اليوم من تحاول أن تعتبر هذا القرار انتصار إلىه هو هذا الغريب ولكن ليس القرار بحد ذاته طيب ما هي التوقعات التي يعني وصلت إليكم من حيث هذا القرار؟ لا هناك التوقعات يعني أن يلتزم الجميع بإجراء الانتخابات في الوقت المحدد وليس مخرج وإجراء انتخابات جديدة طيب كتلة الجيل الجديد قالت إنها يعني من دقت جرس الإنذر للسلطة فيها لقيم ورفع الكارت الأحمر بوجوههم وإن قرار المحكمة تأريخي يعني ما مدى واقعية هذا الحديث؟ هم أيضا كانوا جزء من برلمان كردستان الذي صوت على التمديد يعني هم لم يكنوا خارج التصويت هم حاليا يحاولون يعني يتصورون بأن ذاكرة الشعب الكردي أو الشعب العراقي هي يعني ليس لديهم ذاكرة لا الجميع يتذكر مواقف هذه الأحزاب من إجراء الانتخابات في وقتها ولم يكنوا مستعدين وحاليا أيضا هذا الجدل الدائر في أقليم كردستان هو لتأجيل الانتخابات أكثر من ذلك والحزب الديمقراطي الكردستاني يعمل بكل جهد على إجراء الانتخابات نحن نعلم جيدا بأنه أي عملية سياسية وأي حكومة تكتسب شرعية من إجراء الانتخابات في توقيتها المحدد يعني البعض يتحدث بأن قرار المحكمة الاتحادية يعني أن تأثيره لن يتوقف على البرلمان وإنما سيمتد إلى اتفاقات حكومة الإقيم مع العاصمة بغداد هل تتوقع سيد الفيلي التزاب بهذه النقطة أم أن الطرفين سيمضيان باتفاقاتهما بعيدا عن المحكمة الاتحادية والبرلمان العراقي لا انتفاقات حكومة تقليل كردستان مع الحكومة الاتحادية يمتداد لاتفاقات السياسية التي تمت بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف إدارة الدولة التشكيل الحكومة يعني هذه اتفاقات سياسية وإلا كل جميع العملية السياسية يتم نسفها من جديد فلولا هذا الاتفاق التاريخي الذي تم بين الحزب الديمقراطي الكردستاني واطراف تعالف دارة الدولة لم نرى اليوم هذه الحكومة ولا البرلمان مستمر يعني الخروج من حنق الجزجاجة كان بيد الحزب الديمقراطي الكردساني واتفاقات الحكومة مبنية على تلك الاتفاقات السياسية وكان السيد محمد الشياء السوداني هو ضمن الوفد المفاوض للإطار التنسيقي للوصول لاتفاقات سياسية البعض يقول أنها تتدخل مع الدستور هذه الاتفاقات يعني هناك اتفاقات مع قيمة كردسان والسيد السوداني بعيدة عن البرلمان هل يزا تحمل البرلمان هذه الاتفاقات بين القيم وحكومة السوداني؟ سيد العزيز أي اتفاقات الحكومة لديها صلاحيات تجرائية تجري تتعقد اتفاقات مع دول مع اتفاقات داخلية مع القيم وهذه الاتفاقات إذا كانت يعني تحتاجت أن تعرض على الانتخابات يتم التصويت عليه داخل الانتخابات ولكن ليس في اللجنة المالية اللجنة المالية تجاوز الصلاحيات بتغيير بنود الموازنة هي ليس لديها صلاحية تغيير بنود الموازنة وإنما مناقلة بين أبواب الموازنة فهذا الذي نقوله لكن إذا البرلمان بشكل عام عند التصويت لديهم لحظات على الاتفاقات فلي يعني يظهر من خلال أعضاء البرلمان بشكل كامل وليس فقط اللجنة المالية وبعض أعضاء محددين في اللجنة المالية طيب اليوم تعددت المشاكل التي يواجهها القيم سيد الفيلي حقيقة وكذلك تخصيصات المالية هل سيزيد قرار المحكمة اليوم يعني الأمور أكثر تعقيدا مع حكومة بغداد لا نحن تعودنا على هذه المشاكل ونحاول أن نحل هذه المشاكل بهدوء ويجب أن نعود إلى طاولة الحوار لنحل مشاكلنا ولا سبيل لنا سوى الحوار ونحن متفائلون لأن هناك إرادة خيرة داخل الطبقة السياسية في العراق تحاول الوصول إلى اتفاقات وأن هذا الجدل يعني بعيدا عن هؤلاء المراهقين السياسيين الذين دخلوا يعني دخلاء على العملية السياسية من ضحوا في سبيل العراق وكانوا معارضين للنظام هم الرعيل الأول من المعارضين يقدرون ويثمنون هذه الاتفاقات ولكن من حاول أن يعبث بمقدرات الشعب العراقي أو لا لا يستطيع تغيير الواقع نعم ما حدثنا من أربيل سيد علي الفيري عضو الحزب الديموقراطي الكولستاني شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا